بعض الناس او المتشددون ويجعلون هذا الحكم بتكفير تارك الصلاة هو الحكم الواحد مع ان قول عند الحنابلة او عند الحنابلة كما قلنا انما جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة واستدلوا على مذهب الامام احمد بادلة يعني مذهب او القول عند السادة الحنابلة بوغدين بظاهر الالفاظ العهد الذي بيننا وبينهم الصرافة من طرقها فقد قفر العهد الذي بيننا وبين مين خلاص بيننا وبين المسلمين ولا بيننا وبين المشركين بيقول لازي بيننا وبينهم بيننا لهم المشركين القفار انما عندما تخاطب مسلما يبقى تقول العادي لازي بيني وبينك الصلاة فاذا تركتها فقد كفرت لا لانهم لا يعتقدون اله اصلا تتوجه اليه الصلاة فعشان كده بيقول سيدنا نبي عزيزي الصلاة دي اهم حاجة بتبين توجهك لله الواحد الاحد فانت لو ما صلتش دا بيخطب المشركين يبا انت اصلا مش مؤمن انما انسان اصلا دخل حظيرة الاسلام ودائرة الاسلام فقول له العهد الذي بيني وبينك الصلاة فمن قد تركها فقد قفر طب دا سيدنا بقول العهد الذي بيني وبيننا وبينهم بيننا مسلمين بينهم مشركون انت بعد خليها بيننا وبيننا يبا العهد الذي بيننا وبيننا يعني قراءة النص لابد ان تكون دقيقة طبعا وهذا قراءة فاحصة للنص عندما نقرأه يبقى العهد الذي بيننا وبينهم بين المسلمين وبين القفار او المشركين الصلاة ليه؟ لانه لا يعتقدون بوجود إله ومن ثم لا يصلون طيب ماهما بيصلش يا مولانا Lewis مكلب بفروع الشريعة بنقول له ماهما بيصلش ليه لانه عارف ان الصلاة دي المظهر الكبير لتوحيد الله عز وجل وللعبودية لله فبيعملهاش انما المسلم لما تجيبه هو اصلا بيقول لا إله إلا الله ادي مظهر عبودية يعني الكفار بيقولش لا إله إلا الله ده بيقول لا إله إلا الله فبنقول له طب ما بتقولش لا إله إلا الله عاوزين نعرف حاجة عملية نعرف انت مسلم ولا مش مسلم يقول لك لا الصلاة يقول لك لا مش الصلاة خلاص يبال عهد الذي بيننا مسلمين وبينهم الكفار الصلاة انما بين المسلم وبين المسلم لا نقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويعين على كده أدلة أخرى بقى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة يتكلم والعلماء يتكلموا وجهوا الأحاديث دي شو بقى العلماء لما يفهموا قال لك الذي يجحد الصلاة ويجحده وإيه ويحارب الصلاة وهو مش معترف بيها ونفضل نقعد ونقرر فيه وبرضو مش معترف في الوقت ده يقول له لا ده انت هتروح للصف التاني بقى الناحية التاني يقول له طب انت بتقول لا إله إلا الله يقول آه محمد شن الله نعمل له حاجة وزي ما قلنا قبل كده المناظرة التي سيقت وقيلت عن سيدنا الشافعي وسيدنا المحمد بن حبا وقال له ان هو سيدنا محمد محمد تركوا الصلاة كافر فسيدنا محمد الشافعي بيقول له بيقول لا مش كافر فبيقول له طب هو كافر يا إمام أحمد يا أحمد يا ابن حمبل الإمام رضي الله عنه ترك الصلاة كافر يخش الاسلام ازاي قال له يقول لا إله 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 محمد رسوله ما هو بيقول له له محمد رسوله أصلا ولا بنخش الإسلام بالصلاة ما ده الفرق بقى دخول الإسلام بالشهادتين أم بالصلاة بالشهادتين وما تعملش عمل يكون فيه جحود تناقض مقتدر الشهادتين فهو فوش جحود فالعقول لما بقى يشرحه بقى لك الذي يتركها جحودا ويعني تعنتا ويحارب الصلاة ونفضل نقعد معهم فاهم فيه ده كلام بقى لبقى تاني إنما اللي تركها بقى اللي هو المسلمين كلهم بعضهم يعني ما بيصليش كاسلا بيش واخد على الثقافة دي يعجعي لها الثقافة مع أهمية الصلاة وأنها عمود الدين وأنها فيها راحة البال وحاجات كتير قوي وفيها مظهر قوي من مظهر العبودية فإحنا بنقول